من يوم جيت نعمل معكم واحد الكيك اللي هو رائع للبرتقال غادي نبدو بالمقادر بسم الله. اول حاجة غادي نستعمل هنا 16 جرام الخميرة للحلويات. غادي نستعمل 100 مليلتر زيت. غادي نستعمل 6 بيضات الحجم متوسط. غادي نستعمل 120 جرام السكر ساندة. وغادي نستعمل 100 مليلتر عصر بورتقال طبيعي. غادي نستعمل 300 جرام دقيق. يعدين جوجد الكيسن. قبيص هاد الملح. وعندي هنا واحد الاناء اللي مدهون طبيعة حال بالسبدة ومرشوش بالطحين. دبا غادي نبدو بسم الله على بركة الله عنهز الاناء اللي غا نحتاج فيه انا ما غادي نحتاج للطراب كارابائي. ولا تساشي حاجة. كما كتشوفو. غادي نخدموها بليدي الناس في غرب طرابية داوي. اول حاجة غادي نوضع الطحين. آآ عفوا انا غادي نوضع السكر ساندة. غادي نوضع البيتات كما كتشوفو الستة للبيتات. وغادي نخلط هاد العناصر جيدا مع بعض اياتهم زيان حتي يدو بليد السكر تماما. سوف ينبعد مدى بسكر كيرجع لها تشكل هادا كما كتشوفو. كي تبدل حتى الكلور ديالو. وده بغادي نضيف الزيز. غادي نعمر شيش هاد الملاح. الملاح دائما كنعملو غادي واحد شوية بش كنصحو بيدي كنتا وقصافي. وغادي نزيد عصر البرتوكال ديالي. اذا بغادي نعملو حتى عصر الحامض ولا الليمون زي وكتجي مزيبنا. سوفي غادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعض اياتها. ونبدأ ان شاء الله نزيد دقيق. شوية بشوية. دائما دقيق كيختلف النوعية الدقيق. كينطحين اللي كيشرب كينلأ. يعني دائما نحاولو نوضعو شوية بشوية. انا هنا عبرت تلتمية القرام. وكان بقى نضيف. ولكن سبحان الله دائما كنجيني هي هادك. وخاك تكون اي نوعية مختلفة دائما كيخرج لي جوش كيسند الطحين فاد الكيك هادي. صافي هنا كما كتشوفو. نخلط جيدا مزيان. ودائما الطحين يكون مغربل باش ما يعملناش ديك ويعدبنا في الخدمة. مويمة لكن ما كتعرفوني دائما اي حاجة كم بغين عدلة. كان قول غطي نشارك معكم. يعني تبارك الله هاد الكيك هاد وما يعني اي واحد قاعد له ولكن بغيت نشارك معكم الطريقة دياري. وسر نجاح ديارة بش كتجي مقرمشة مبارة بحاديك البيسكوتشوس اللي كيتباعو الكيك اللي كيتباع. كيجي مبارة مقرمش مقرمش ومنداخل راطب. نفس الشي كتخرج. دبا غادي نعمل خميرة الحلوية كما كتشوفون تقريبا حتى الاخر. انا غادي نقول لكم السر انها كتخرج دي من بره مقرمشة مقرمشة ومنداخل يعني رطبة. ومدى ادي هي الطريقة دياري انا وكل واحد سبحان الله وطريقة دياله في الخدمة. وبغيت نشارك معكم دياري. كنتمنى ان شاء الله هتعجبكم. صافي البنات كي كي صبح القاوم له هاتشكل ما كدجيش يعني كي كا آآ تقيلة ولا كدبقى خفيفة ساديت حين ديالي كامل كما شفته. جوش كيسان دخلت لي كاملة. صاب ما غاديش نزيد. ساشي حاجة كدبقى على هاتشكل هادا. كدجي خفيفة. هدا هو القاوم اللي بغيت. كما كتشوفو. جي سائلة. دبقى غادي نوضعها في المول ديالي. البنات السر اللي كان عمل انا. اللي كان عمله احنا يا فاد الكي فاد المول. كان عمله في النبيرة نص ساعة برد تماما. حتى كان برد عاد كان عملهم تقولوا لي شي لبلي الخميرة عاد سرزا ولا جربوها على حسابي. بالعكس اللي كدعطينا هدك الطبقة المقرمشة كدجي رائعة. مش دائما احنا كنعرفوا يعني كيكا كدعد لك الدخل الفرن كيكون الفرن كيسخون. انا فادل اثناء الفرن يعني ما عنديش كيسخون وغا نعملها نص ساعة في النبيرة عاد نجبدة ونعملها في الفرن. كما غا تشوفو معي ان شاء الله. صافي البنات هده هي الكيك ديالي كما كتشوفو كيتحمر كيجي مقرمش ده بغا تنشوفو غن ما ندخل وش طيب كما دائما كنعرفو كنت كي واح الموس اذا خرج هكدا نقي كيكون صافي الكيك ديالي نواجد كما كتشوفو خرج ناشف وده بندوزو بش نقدمها ان شاء الله في طبق تقديم. صافي احبائي كتكون هي هدي الكيك ديالي بعد موجودة كما كتشوفو انا زين زين بسيط جدا جدا. عمت في اغي واحدة. لازل طريفة البرتقال شوية النعنة. وصافي كيكون هادا شكل نهائي ده كيك ديالي كنتمنى ان شاء الله بنل اعجابكم وتجربوها. غاني نقطع لكم واحد طريق باش شوفوها كي تجد. اه هادا هو السر البنات بديك. عليش كنحطها يعني في اه في نيب راح تكدلت وش كتجي هادا الوجه هادا كيجي مقرمش شوفو كيجي رائع. حتى بغيتو البنات قبل ما دعملوها تبدو رشلو عليها شوية سكر. وتخليوها يعني طب كتجي رائعة كتجي اغزالة. كما كتشوفو كنقطعها معاكم كتجي هادا الشكل غادي لحاول نعمل هنا واحد طبصيل. غادي نهز. كتجي رائعة شوفو البنات. ولا اروع شوفو كيف كتجي. شوفو كيف شباينة اصلا مني تشوفو الكيك يعني عطي هادا 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 تقيبة هادا 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 تكون يعني اطريا شوفو كتكنك نحدي فيها يعني رطبة وغزالة. كنتمنى ان شاء الله ان شاء الله تنل اعجابكم وتجربوها وتقولو لي كيف جدتكم الكيك دياليوبار لبرتقال. وانا بغيتم نعمل اشترك معكم بما اني نشارك معكم تقريبا جميع الوصفات نشارك معكم حتى الكيك ديالي للبرتقال كنتمنى ان شاء الله بنا الاعجابكم وكمال عادة اذا اعجبتكم لا تنسونيش بلايك و كومنتر وتقولوا لي كيف جدتكم الكيكة ديالي اه دردوا علي كيف جدتكم ودوصلوني دوصلوني نواح العدد كبير دلمشاهدة بارتاجي والفيديو ما دبخلوش عليها بالبرتاج ما دبخلوش عليها بارتاجي والفيديو ما احببكم وصحبكم وهاتش اللي كان مو يمنزش نطول عليكم ونخليكم حتم فيديو اخر باذن الله والسلام عليكم